أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي انهيار جسم بركاني كومبرو فييغا الثائري في جزيرة لابالما بعد سبعة وثلاثين يوماً من بدء نشاطه وأوضح المعهد البركاني في جزر الكناري أن الحمامة البركانية فاضت بقوة في جميع الاتجاهات غير أنها لا تشكل خطراً على حياة السكان بعد أن تم إجلاء أكثر من سبعة ألاف شخص وأضاف أن البركانة طرد أكثر من خمسين ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت فيما دمرت الحمام البركاني حتى الآن أكثر من ألفين مبنى منها ثلاثون منتجاً سياحياً وغطت أكثر من تسعمائة هكتار ترجمة نانسي قنقر